انا الحين نرحب بضيفنا من داخل الستوديو وسيد غازي الجريوي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية واللي راح يكلمنا عن هذه الدورة وأيضا الفراغ المشاركة فيها في البداية يا حياك الله أخوي غازي معانا في برنامج مساء الخير الله يحييكم مشكور على هذه الاستضافة وسعيد الصراحة بتواجدي وياكم وإن شاء الله نكون خفاف على الجمهور يا حياك الله في البداية احنا سعداء بوجودك معانا شكرا لك على تلبيتك لهذه الدعوة وإحنا ندري أن في هذه الفترة أنتم مضغوطين والله أعطيكم الصحة والعافية إذا بنتكلم عن استعداداتكم لكلجنة أولمبية كويتية واللجنة العليا المنظمة كذلك لهذه الدورة الخليجية الثالثة طبعا ما أخفيك أخوي تتدري مرين احنا في ظروف جدا صعبة وخاصة البطولة هذه كانت مقفوظة تقام في نهاية 2020 تم تأجيلها بسبب ظروف خارج عن الإرادة إلى 2021 من ثم إلى نهاية 2021 والحمد لله الحين 22 قدرنا نقيمها طبعا الأخوان في اللجنة العليا منظمة قاموا بدور جبارة أنا صراحة أشكرهم عليه ما أخفيك يعني أن الظروف اللي مرت كانت جميع الأمور مطروحة سواء من تأجيلها إلى سنة أخرى مثل ما حصل في الصين أو أن تقام والحمد لله يعني بتوجيهات من سمو الأمير لطول العمرة أثر على إقامتها والحمد لله قدرنا الحمد لله وحنا شفنا يمكن في المختطفات عن وصول الوفود إذا بنتكلم عن عدد اللعبات أخوي غازي المتواجدة في هذه الدورة وما هي الألعاب الجديدة المضافة إليها طبعا إحنا حرصنا أن تكون أغلبها لعبات أولمبية أو آسيوية بحيث أن تكون مثل هذه الدورات تجهيز حق لاعبيننا لمسابقات أكبر نعم فإحنا عندنا تقريبا 17 لعبة أغلبها إذا ما كان كلها لعبات آسيوية أو أولمبية ضفنا عليها في اللحظة الأخيرة هي لعبة البادل لعبة البادل تعرف انتشارها الآن في الكويت والعالم كلها بشكل ملحوظ وعندنا فرق بالخليج يعني منافسة فكانت جزء من هذه البطولة جميل جدا فهذه هي اللعبة الوحيدة اللي يمكن لو كانت البطولة العام الماضي صح شان ما كانت لا ما كان وغير هذا طبعا في لعبة اللي هي الإي جيمز هي لعبة آسيوية نحن بالكويت نعتبر دولة الأولى في الخليج اللي نظمناها لعب الإلكترونية لعب الإلكترونية فيعني كل التوفيق للمشاركين وإن شاء الله الكويت تصير هي المتصدرة في المداليات إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يمكن حاب أن نتكلم أيضا عن فكرة شعار روحنا ذهبية وهو الخاص في هذه الدورة من وين يت فكرة؟ طبعا فكرة روحنا ذهبية يعني ما أخفيك وهو البطولة رحمة الله عليه شيخ صباح هو كان من داعمين لها فإصرارها أن كانت تقام البطولة في الكويت كان بعد خلاف بين الأشقاء الخليجيين فأتت هذه اللي هي روحنا ذهبية أنه ما في خصلان في المشاركة في الكويت فالحمد لله يعني كان فيها قبول من الجمهور من أخواننا المشاركين فهذا كان استوحناها من هذا الشيء يعني والحمد لله وفعلا إن شاء الله روح الجميع ذهبية هذا فيما يخص الشعار لكن إذا بنتكلم على تميمة أو التعويذة مثل ما يقولون واللي شفناها انتشرت في مواقع التواصل واللي هو سالمي صح سالمي طبعا سالمي هو يعتبر حصني من الحيوانات المشهورة في الكويت ويعتبر من التراث الكويتي كان ودنا أن يكون جزء من التراث الكويتي موجود في البطولة الخليجية فاستوحنا الفكرة من هذا الشيء وأما بالنسبة للإسم فتواجد الحصني في كثرة في منطقة السالمي فيعني ربطناها واستطعنا أن تكون هذا الشكل والحمد لله أنا فيها قبال كبير بالشارع الرياضي وسعداء إحنا بهذا الشيء هذا أكيد يمكن إذا بنتكلم الحين من جانب آخر وبنتكلم بشكل شامل عن أبرز نتائج المنافسة طبعا الحمد لله يعني تعتبر المشاركة الكويتية أنا بتكلم عليها مرضية بالنسبة لنا كمنظمين نطمح للأكثر إحنا يوم أمس حصل يعقوب اليوحة على المركز الأول وكان عندنا مشاركات من عنصر نسائي وهذا أول مرة يحصل في الدولة الخليجية كانت قبلها في البحرين قيمة 2011 وعقوبها في الرياض ما كان فيها العنصر النسائي مشارك بالكويت تعتبر دولة الأولى العنصر النسائي والحمد لله كان فيها إنجازات تشوفنا بهم أن تغلب منتخب الكويت للصالات على الفريق القطري وآسف على الفريق الإماراتي والسلة على الفريق القطري فالحمد لله يعني السعداء بهذا إنجازة إن شاء الله الجاية يحسن إن شاء الله إن شاء الله يا رب كل التوفيق لكم وكيد وللفرق المشاركة كل شكر لك الله يسلمك وأكيد لللجنة المنظمة لهذه البطولة الله يسلمكم يعطيكم العافية ومشكورين وسعداء على تواجدنا إياكم مثل ما قلنا وأسأل الله يوفق الجميع إن شاء الله أجمعين كل شكر لسيد غازي الإجراء وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاصل مشاهدين ورح نتابع معاكم فغرات برنامج مساء الخير يا كويت